مشاهدينا في كل مكان أهلا بكم معنا مرة تانية بنتوصل معكم وفقرتنا علىها وبشارة فقرتنا الرئيسية اليوم كما نواهنا في البداية هنحدث فيها في موضوع يمكن فيه لا أهمية كبيرة جدا لأن احنا بنتعرف على موضوع يمكن لما يتحدث عنه الكثيرين عندما يتحدثوا عن الحضارة المصرية القديمة وهو موضوع النظافة عند المصرية القديمة وكهل كان هناك نظام بي يحافظ بي على نظافة البيئة اللي كان بيعيش فيها هل كان ليه اهتمام بي النظافة كاهتمامه بالعديد من الأشياء اللي أبهارتنا الآن لما عرفناها عن المصر القديم عن هذا الموضوع الهام مشاهدنا أن يكون لنا هذا اللقاء مع الدكتور مصطفى الروبي جمعة أستاذ الإرشاد السياحي وعضو اتحاد الأثاريين المصريين والمؤرخين العرب أهلا بك معنا صباح الخير يا دكتور صباح الفل يا فدم أهلا وسام بحضرته إحنا بني سيء الموضوع يمكن لم يتم الحديث فيه كثيرا لأنه قد يكون بديهي يعني المصر القديم تقدم في عشاء كثيرة جدا تاجيتها يتقدم في موضوع النظافة لا ده أقول الحك ده موضوع جميل جدا بجد يعني هندي مثالين بس صغيرين كده المثال الأولاني أن امرأة مصرية علمت أوروبا النظافة القديسة فيرينا أو فيرونيا على حسب بيبنتها هناك يعني ده عفصول متأخرة بقى لا ده حضرتك ده 320 ميلادي ده خرجت من مصر في كتيبة خرجها الإمبراطور دوكليديانوس ده امرأة مصرية من الصعيد خرجت مع الجيش عشان تطهي الطعام أو تداوي الجرح ماشي فلما خرجت مع الجيش هناك وحصل إن الكتيبة كلها بتعيتها قتلة تلد الإمبراطور هي هربت وراحت المنطقة الغربية في أوروبا الشعوب الزرمانية اللي حاليا بقى أنجلترا فرنسا ألماني يعني مصر كان بتحارب الإمبراطور لا 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 هو الإمبراطور سعيد تأخذ جزء من مصر وقته من طيبة عندنا ورحموا الدياناك عساكر ومعهم بعض النساء للطهي وإيه وانجلات الجرح فالسيدة دي مصرية فخرجت مع الكتيبة جاية هناك فالكتيبة كلها ماتت فهي هربت مم راحت غرب أوروبا في ناحية ما بين سويسرا وألمانيا المنطقة دي في مئة كنيسة باسم السيدة دي فرينا حطين تمثالها معمول إزاي مسكة في إيد إبريق وانجلات تانية مشت الناس دي غريبة جدا حطيني القديسة المصرية بشكل كده ليه كاتبين كده عنها هي من علمتنا النظافة تلك المصرية كاتبين كده وبيقولوا أني ما كنش قابليها يعرفوا إزاي ينظفوا نفسهم بالمية الطهرة أو مية جارية لأنه كانت عندهم ده شيء صعب جدا النظافة غير مستحبة لأنه في ساعتها معاوقات عندهم كتير إنما هي جاي من بلد أنا أتكلم على ترديشن مصري هو خارجة منها معاها حاجتها فهناك مصورنها كده والمشت نسريح الشعر تخيل حضرتك أه 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 لا ما كانش كلام على أوروبا أه 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 كلام على أوروبا هردوت مثلا مزار ماس ده المثال التاني جاي من اليونان الراجل قال إيه لقد وجدتوا شعبا نظيفا فهم يخسلون كؤوسهم بعد الشرب يعني هم استغرب إن إحنا بيخسل كبيات بعد أبنشر ويستحمون أكثر من مرة في اليوم ويلبثونا ثيابا من الكتان النظيف وأيضا يقومون بعمل يعني بخضاء حاجتهم في المنازل ده خانم يستغربوا جدا إزاي المصري بيقضى حاجته في المنازل ده ما كانش عندهم ده معنا كان فيه حمامات في مصر هو ما كانش عنده هناك وفعلا كان فيه حمامات في مصر أه كان فيه ده فيه في المتحف المصري أعداد حمام من أسرة 18 وما ليه بيقولون إن الاختراع ده اختراع أوروبي لحلك موجود في الدور التاني في المتحف المصري أعداد حمام تعود الأسرة 18 بالبلد كده أعداء البلدي أه ده اختراع مصر قديم أه ده اختراع مصر قديم أه كان الأغنية أو الملوكة عندهم حمامات في البيوت أما الفقراء كان يعملوا كان بيعني الاستحمام العام بيتنيل في النيل أسماء يتنيل؟ يتنيل أه يعني بقول لواحد نروح تنيل ده كده مش باشتمه يعني نروح يستحمى يعني نروح يستحمى ellas يعني نروح يستحمى أه يعني نروح يستحمى ده عند مصر قديم عند مصر قديم والله ده حاجة وكلهم كانوا بيستحبوا التنيل يعني يتنيلوا ده أنه ما كان لش فيه فلوس كتير يعني ما كانش فيه حمامات عامة للفقرة إنما الغاني كان عنده بطبيعة الحال في المنزل حاجة زي كده أو خدم بيجهزوا الحاجة بتاعته فكان الكل كان بيتنايل أما قضاء الحاجة كما أكل معينة داخل المنازل برضو وبتشال جميعها وتلقى فيه الصحراء وتدفن هو استغرب جدا من الموضوع ده استغرب جدا إزاي المصيرين وصلوا للتقدم ده يعني ده جاي من اليونان بلد العلم والثقافة والفلسفة ده بلد لديها حضار الراجل جاي في عصر بتاعنا اللي احنا كنا خلاص احنا بنتكلم في عصر متأخر خلاص مصر ضلمت ده جاي بتكلم عم مصرين بحاجة ان احنا تميزنا بها على العالم ده كان عصر الانتقال التالت لأ حضرتك ده كان بالظبط في آخر عصر فرعوني خاطر بالظبط في آخر عصر فرعوني في نهاية العصر القديم بعنخي ده حاكم نوبي قال لي جيشه ايه وانتوا داخلين مصر جاي من نوبي ده سرى ستة وعشرين ده ده خمسة وعشرين ستة وعشرين قالوا انتوا داخلين مصر سبعمائة وخمسين قبل الميلاد وانتوا داخلين بالجيش ووصلتوا لطيبة قبل ما تعملوا اي حاجة تطهروا واستحموا شيخ المؤرخين علينا دون قال ايه ترجمها وتوضقوا يعني ترجمها ايه وتوضقوا في مياه بركة القرنك يعني حتى ايه المؤرخين الكبار بيترجموا ايه انه لازم يتوضقوا يتطهروا في البركة بتاعة القرنك ده امر من القائد بتاعهم قبل ما تعمل اي حاجة لازم تتطهر لقوا صلاة نعرمر نفسها عليها الملك نعرمر وحافي القدمين اللي هو الملك مينة الملك مينة او نعرمر حافي القدمين وفي خلفيته واحد شايله اناء التطهير ده ده مسلا ده عن التطهير في مصر من ايام الاسرة واحدة الاسرة التأسيس لغاية هردوتهو يمكن انا يعني انا في يعني تخيلي للحديث عن ازا الموضوع لما قدمته كنت متخيل ان احنا ممكن برضو نتكلم على النظام البيه انه هو نظافة الشوارع نظافة البيئة ده كان موجود يعني المصري كان عنده سيستم جميل او ايه سيستم ده هكفيه حمامات عامة او حمامات ايه و زي ما اتفعنا انه ممكن بيرك عامة وكده وكام ده كله طب الناس في كلمة الربش او القمامة بتاعت المدينة هتروح فيه تمام فكان بجماعة كلها تسخن بيها المية اللي بتوصل في مواسير لحمامات عامة او لحمامات الاجنية يعني ما كانش بيرميها اه او يعني ما كانش بي ما كانش المدينة بالبلد كده بتطلع قمامة يعني كله بيستخدم كله والنفايات قابلة يعني كانش بها لبلاستيك ولا الكلام بتاع اليوم الدول ويه تسخن يعني كان فيه ميا سخنة وميا سخنة عادي جدا فكان بيسخن نفايات احنا لقينا في الفيوم يعني العمل الغليات يعني اه اه لقينا في الفيوم حمام يعود للقرن الاول الميلادي يعني بعد نعيش العاصر الفراني بحاجة بسيطة يعني الحمام ده بنسميه لو بتكلم بعاصر حديث ده جاكوزي جاكوزي اه فيه ميا سخنة ميا بردة مواسير ميا حمامات شخصية بنيوهات ده في الفيوم في القرس ما قرنيس لقينا فيه المناطق بتاعة لقصر طبعا عشان البيوت زمان ما كانش موجودة كتير فاحنا بنلاقي ايه في المدن اللي اندهترت بس شبه موجودة زي قرنيس في الفيوم اما المناطق اللي لسه موجودة مواسر القديمة كانت معظمة طبعا مقابر او معابد انما لو فيه مدن مبنية او مازات موجودة او لها اثر زي اثر اخناتون مثلا كان فيه اثر لماية التسخيم اثر وكان بيستخدم فيها مواسر الفخار او مواسر النحاس لذلك المواسر اه طبعا وقدروا يعملوها اه 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 عشان ده معدن هيحافظ على السخنية عارف حضرتك اللي تسخاني الغاز دلوقتي ايه فكرته ان الميا بتعد تلقاء على الشعل تسخن الماء التلقائي هي نفس فكرة هو عامل الشعلة والماء يتعدي بس من مرتفع لمنخفض فتمشي بس تسخن 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 نضافة الشوارع مكانش فيه منظفين انما كان ممنوع حد يلقي حاجة في الشارع ممنوع يعني حتى في قوانين الماعد انهو ملوسش ماء النهر ملوس الشارع لم يلقي قذرة في الشارع وهكذا حتى روس الحيانات الكلام ده كله كان بيستغله في تسميد الارض ما كانش بيسيب مثلا الحيانات المشي في الشارع كده ينزل حاجة لا اذا بنشوف بعض القرانة دي بقتي فيه في الشارع في القرية حاجات بتنزع ارض مفيش كان بيتجمع كله وبتحط كسميد للارض فبالتالي الشارع المصري كان نظيف كان نظيف النهر كان نظيف المصري القديم نفسه احترم البيئة جدا احترمها ده حتى اجعلها قالها اله للشمس اله للارض اله للهوى شو؟ يعني ما سافش حاجة لما احترمها وقدسها وعمل لها احتفال مثلا احنا اول شعب في العالم يحتفل بعيد للبيئة شام النسي اه ده يعني الطبيعة عيد الطبيعة اللي بعد كده بعيد الربيع بقى اللي بعيد الربيع بقى فاحنا لا احنا كنا بنحترم جدا حاجة زي كده فالمصري القديم من اخلاقه ودينه من اخلاقه ودينه النظافة والطهارة فكل الاحوال ما يرجع من الشغل لازم كان يتطهر قبل اي شيء قبل ما يأكل حتى وكان بعد ما يأكل او قبل ما يأكل يخسر ايده يقول له يخسر ايدك قبل يأكله بعد لك ده عادة مصرية عادة مصرية فكان المصري عنده نظام تربوي بيربي عليه الابن في المدارس او في البيت او نظام ديني ابن يخش المعبد ممنوع يخش مجرد تطهير ممنوع على حق التروح المعبد ممنوع حتى الملك نفسه ما ينفعش يروح المعبد غير ما يطهر اسمه تقس التطهير اه طبعا مرسوم على المقابر المصري القديمة والمعابد الملك كتير بيقدم تقس التطهير او قربان النوم مم مم فيعني لا الموضوع كان اساسي عند المصري وطبعا زي ما في الاسلام نظام من الإيمان فوقا الكلمة دي موجودة عنده النظام من يوم كانت موجودة عنده مم ان عشان تبقى مؤمن حق او عشان تخش حقول القيارو او الجنة لازم تبقى نظيف حتى كان في بعض الدعوات على بعض المقابر يا إلهي لا تجعل رائحتي مثل رائحة الجسد في عز الصيف على سنفي عرق يعرق عرق بقى كده فدي من ضمن الدعوات بتاعتهم ده دعاء من ضمن دعاء أنه نفسه ريحته تباحيه زي ريحة العرق لما عملنا موكب المميوات الملكية في حاجة لفتت انتباه الناس الأجانب بإزاي إزاي شعر الملكتي بالجمال ده الملكتي من ضمن موكب المميوات الملكية زوجت من حطب ثلاثة إزاي الست دي متحنطة بالألاف السنين وشعرها كيرلي وجميل ونعم وليس وزي الفل الله ده كان بتحط إيه فلما فتحنا المقابر المصرية لقينا بيرفيوم لقينا عطور لقينا كحل لقينا متطلبات الكوزماتيكس كلها النظافة والتجميل طب هل المصري ما كانتش بيتطهر ويحط النظافة والتجميل كده على طول ناكي كان قابليها طبعا فيها إحنا يعني كان في أوروبا في العصور الوسطى بيصبحوا العصور المظلمة كان يعني باريس اكتشفوا فيها البرفيوم اللي احنا اكتشفنا أصلا من 4000 سنة قبل الميلادية هم اكتشفوه ناكي علشان كان الاستحمام ده كان شيء غير مشتحب أو صعب لو أمر من الكنيسة كانت الكنيسة زاعتها مش سيطرة على كل شيء الكنيسة الغربية في أوروبا الكاتركية فكان هناك التقصده صعب شوية فكان حتى في أسبانيا في محاكم التفتيش اللي يستحملهم الجمعة كان يعدم ده مسلم ويعدم لما أسبانيا استردها الأوروبيين من المسلمين وفي محاكم التفتيش فاليستحملهم الجمعة ده مسلم فهتوق كان مشكلة عندهم فكان المسلمين أو المصريين والقدام من زمن أول عارفين النظافة بكاملها حتى الصابون كان موجود بس أبون سايل فرشة السنان كانت موجودة معجولي السنان كان موجود المشت المشت كان موجود ماشطة فرعود حتى سيدنا موسى نفسه في قصته الجميل قوي لما الناس اتهمته بأنه فيه عيف خلق في جسمه ربنا سبحانه الحب يبرقه وهو في النيل بيستحم قدام الناس فهدوم وطارد فحب يوري جسده وسليم قدام الناس ده دليل أن كم الناس بتستحمى في النيل عادي هو فده اللي كان بيحصل من مصر القديم بس كان معظمها بيعملها كيميكالز يعني كيميكالز النترون مادية النترون دي مادة جميلة جدا هي سوديوم بتتحور لو حاطت عليها بعض المكونات فممكن تطلع منها معجون سنين بس دراي كده جاف حط عنوط المياه يتعامل معجون يعني خدوا في البيت كده زي شوية ناشفين كده حطوا بالفرشة كده ويدعك نفس المادة يمكن تنبيها صابون لتطهير الإيد أو الجسد وهكذا فكان عندهم بعض الدهون طبعا ومسجلة عندنا في غرفة في معبد دندار اسمها غرفة الروائح والعطور متسجلة عليها الجدران كده ازاي تعمل وتعمل البلسم وازاي تطلع من اليسمين العطر بتاعه وازاي كذا وازاي كذا لا لا كده نعمل ده كله كده أوروبا ده احنا سبق انهم بمراحل ما نقولك احنا كل ما نطلع حاجة هم يبقون مبهرين جدا زي مثلا مواقب المميوات ايه ده ازاي شعرها كده هم يعني انت لما تحنت حد اكيد هينشفه كده لا ده شعرها لو حد التلاطع عليها على النت او نروحة المتحف الحضارة تلاقيه شعرها خطير ده حد لسه ناسف يعني ميت من يومين لا 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 الموضوع خطير جدا موضوع عند المصر القديم كان وصل لدرجة في الجمال والروعة ان كان ما ينفعش يروح بيته مجرد ما يطهر قبل ما يقعد مع ولاده ما كانش يخرج من بيته الا بكامل هيقيته وزنته الصلاة تنعمر نفسها الصلاة نفسها الهدف الاصلي من الصلاة ايه طحن القوح لحضرتك يعني الصلاة نفسها كان بيتتباع في الشوارع صلايات هدي عم بقى ايه تطحن المساحي بتاعت التجميل في البيت اللي هي بقى من مواد من الطبيعة يعني مواد الطبيعة ودي كانت اجمل حاجة عند المصري انه كان بيستخدم مواد الطبيعة عشان كده عاشت عشان كده عاشت انما الكيميكالز بي ده حتى حضرت كلمة كيميا جاي منين من كيمية مصر فكان عنده زكاء كيميائي رهيب انه هو يحط المواد على بعضها فيطلع مواد تطهير مواد نظافة مواد كذا مواد كذا انها ما كانش فيه كنسين الناس في الكلمة معني في الشارع ما كانش فيه كلام ده لانه كانت من الطبيعي انه محشي محليك نحن نضيف قدام بييتك وبييتك وكده انه دايما كده هن مع بعض كده بنخوط في اعماق الحضارة المصرية القديمة بنتكلم في موضوعات اكيد شيقة في وجود حضرتك مشكورك جدا لهذا اللقاء دكتور مصطفى الروبي جمعة استاذ الارشاد السياحي وعضو اتحاد اثرين مصري ومورخين العرب نورتنا النهاردة ودايما بتنورنا الله يخليك يا فادي شكرا مشاهدينا في كل مكان ساعدنا بوجودنا معاكم النهاردة فعلى وعد دائم بلاقات اخرى قادمة انتظرونا غدا وفريق عمل جديد بنصبع عليكم